لو أيضاً تحددنا دكتور محمد عن الملف النووي الإيراني أعتقد أنه ده من الملفات المهمة جداً المطروحة طبعاً في السياسة الخارجية والمنتظر من دونالد ترامب وأيضاً كاميل هارس نعم ملف مهم جداً 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 ملف خطير جداً ويرتبط بعدد من الملفات أولاً ترامب كان شديد القسوة في تعامله مع إيران خلال فترة ولايته السابقة وكان يتجه نحو تصعيد المواقف مع إيران وفي 2018 قام بالانسحاب الأحادي الجانب من الاتفاق النووي الإيراني الذي كان اتفاق حول رعاية البرنامج النووي الإيراني إن صح التعبير مع الجانب الأوروبي وبالتالي ترامب ينظر إلى إيران نظرة شديدة العدائية وهذه مسألة في رأي شخصي ربما هذا هو الجزء المعلن لكن يجب أن نؤكد على أنه ثم تتنسيق واضح خفي في بعض الأمور ومعلن في بعض الأمور ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية وأعتقد أن الجمهوريين حارسون جداً على هذا التنسيق مسألة أن تظل إيران هي الفزاعة بين قوسين لدول الخليج حتى يرتموا دوماً في الحضن الأمريكي سياسياً واستراتيجياً وحتى يكون هناك طلب مستمر على المركب الصناعي العسكري واستيراد الأسلحة هذه مسألة مهمة جداً وبالتالي مسألة التوافق أو التقارب الإيراني السعودي الذي تم برعاية صينية إلى العام المنصرم أعتقد أنه ليس على هوى الأمريكان بشكل عام وتحديداً ترامب وبالتالي مجيء ترامب سيعيد ظهور الملف النووي الإيراني إلى السطح وسيعمل على تصعيد المسألة وسيعمل على خرق إن صح التعبير جدار الوفاق السعودي الإيراني لأنه ليس في مصلحتي ربما رأينا السفقة السياسية التجارية التي عقدت ما بين المملكة العربية السعودية وما بين الولايات المحدة الأمريكية في عهد إيران والتي بلغت أو وصلت إلى حد 500 مليار نصف تريليون تقريباً دولار وبالتالي هذه مسألة مهمة جداً فأعتقد أن تعامل ترامب سيكون حاداً جداً مع إيران ظاهرياً وسيعمل على كسر التقارب الإيراني السعودي بأي طريقة كانت أما هارس بطبيعة الحال فأعتقد أنها ستتبنى سياسة اعتدالية إلى حد ما دون أن يعني ذلك أنها أيضاً ستحافظ على قدر من ما يسمى بشوكة الظهر في الخليج حتى يعني تحافظ على مصالحها في الخليج الأزمة الروسية الأوكرانية طبعاً من الملفات في غاية الأهمية العالم كله بيترقب ما الذي سوف يتم بعد فوز ترامب أو كاميل هارس فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الأزمة طبعاً دونالد ترامب أعلن في أكثر من مرة وأكثر من مناسبة على علاقته الجيدة جداً مع رئيس الروسي فلاديمير بوتين وأنه سوف يسهم ويدعم في حسم الصراع سيساعد موسكو وكييف في حسم هذا الصراع ما الذي تتوقع من دونالد ترامب إذا ما فاز في الانتخابات الرئاسية وكذلك أيضاً ما هو المتوقع من كاميل هارس إذا ما وصلت إلى البيت الأبيض يعني أعتقد أن هذه القضية تحديداً تحظى بقدر من التوافق بين الرئيسين بمعنى أن كلا الرئيسين حارصان على إنهاء هذه الأزمة بطريقة أو بأخرى لأن إطالة أمد الحرب أثبت عدة أمور أولاً أن هذه الحرب أصبحت جاذبة لعدد كبير من الأطراف الإقليمية والدولية فدخول الصين أو دخول إيران مع روسيا بشكل أو بآخر من خلال بعض الطائرات المسيرة أيضاً دخول كوريا الشمالية مؤخراً فيه ساحة الصراع مع روسيا وأوكرانيا لصالح روسيا كل هذه الأمور أعتقد أنها مستفزة للجانب الأمريكي وفي نفس الوقت مستهلكة ومستنزفة للاقتصاد الأمريكي أيضاً هناك تحول مهم جداً في المشهد وهو أن الشريك الأوروبي أو الحليف إن صح التعبير لا أقول الشريك فقط الحليف الأوروبي للأمريكان ليس على قلب رجل واحد مع الأمريكان وأن الأوروبيين وخصوصاً الألمان وبعض القوى الأوروبية الأخرى لديهم رؤى مخالفة للتوجه الأمريكي وبالتالي هم أولاً لا يريدون استمرار الحرب لا يريدون هزيمة قاسية أو هزيمة واضحة لروسيا روسيا استطاعت أن تستغل ما يسمى بورقة الطاقة أو أمن الطاقة أو الأمن الطاقوي حتى تستطيع أن تستميل كثير من القوى الأوروبية وبالتالي أرى أن كلا الرئيسين سواء ترامب بعلاقاتها الخاصة مع فلاديمور بوتين أو كاميلا هاريس بتوجهها الاعتدالي وبميول الحزب الديموقراطي نحو التهدئة أعتقد أن قضية التصعيد الروسي الأوكراني أو الحرب الروسية الأوكرانية أعتقد أنها أثبتت خلال العامين الفائتين وربما يزيد لا أكثر من عامين أعتقد أنها أثبتت أنها استنزاف للاقتصاد الأمريكي وأنها ربما تتجه في غير المصالح الأمريكية ولا سيما في إطار دخول بعض الفواع الأخرى وهو أمر سيستنزف الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير جدا دون تحقيق عوائد لا على أرض الواقع ميدانيا سواء من حيث تحقيق خسائر روسية إن صح التعبير وهو ما تريده الولايات فحدة الأمريكية أو على الأقل بمناصرة أوروبية صرفة للتحرك الأمريكي لا هذا تحقق ولا ذاك وبالتالي أعتقد أن الرئيسين سواء هاريس أو ترامب سيميلان إلى خفض حدة الحرب الروسية الأوكرانية أو على الأقل السعي إلى إنهائها خلال الفترة القادمة دلوقتي الحقيقة من الأنباء اللي لسه وصل لنا أنباء عاجلة إنه رئيس المرشح الجمهوري دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية إنه فاز في ولاية جورجيا ب246 صوت 247 تحديدا صوت مجمل الأصوات حتى الآن طبعا في كل لحظة بترد إلينا الأرقام من الولايات الأمريكية المختلفة بنوافي حضراتكم طبعا بأهم هذه الأرقام من مختلف الولايات بنلحظة ولحظة الحقيقة دكتور محمد يعني بنجد أنه النتائج بتتغير بشكل كبير جدا لأنه الناخب الأمريكي دائما بيكون لي دور مهم جدا ولكن دائما ما نجد أنه اهتمامه أكثر بالجانب الداخلي سواء بالنسبة للشأن الداخلي ولكن أيضا السياسة الخارجية أيضا لها أهمية كبيرة جدا ومن ضمن الملفات الموجودة في السياسة الخارجية بنجد أنه المرشح الجمهوري دونالد ترامب أعلم أيضا في أكثر من مرة أنه هيدعم بنسبة 100% حلف شمال الأطلسي حلف النيتو وذلك في حال أنه الدول الأوروبية تفي بالخزاماتها المادية ملف في منتهى الأهمية يريد حضرتك تتكلم عنه تفصيلا والمتوقع من ترامب وأيضا من كاميلا هارس